يا رب دايما وابدا تكونوا بخير ويتتوفيق يا رب دايما وابدا سابع فيديوهات حاملة انقاذ الهيستولوجي واللي هنشرح فيها بالتفصيل شابتر النيرفا سيستم انا قلت بالتفصيل انا رصدي بسرعة جدا ان شاء الله طيب النيرفا سيستم بمنطقة بسطة او الجهاز العصبي هيتقسم اناتوميكال يعني تبقى لي المكان بتاع كل حاجة مش تبقى للوظيفة هنلاقي بيتقسم لحاجة اسمها سنترال نيرفا سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي وبريفرال اللي هو الجهاز العصبي الطرفي المركزي هيرجع يتقسم لحاجتين البرين اللي هو الدماغ والسبينال كورد اللي هو الحبل الشوكي دول موجودين في المنتصف عشان كده اسمهم المركزي طيب والبريفرال بيتقسم بعد كده حاجة اسمها بريفرال نيرفز اللي هي الاعصاب الطرفية واللي هي عبارة عن كده كده اعصاب بتطلع من السبينال كورد اسمها سبينال نيرف وأعصاب بتطلع من البرين اسمها الكرينيال نيرفز يعني بمنطقة البساطة في عندي فرعين أو شقين من الجهاز العصب الطرفي شق منهم عبارة عن كوبي بيست من السنترال نيرفز وان جزء تاني اسمه العقد العصبية أو بنسميها محطات البنزين محطات البنزين دي تقسم برضو لحكتين يا إما سبينال يا إما أوتونوميك سبينال دي دكتور جاي من السبينال كورد حقيقي وتبقى محطة بنزين للسباينال نيرف يبقى السباينال نيرف اللي هو العصب اللي طلع من السباينال كورد طلع من الحبل الشوكة يفضل يمشي يمشي يلاقي محطة بنزين فسميناها باسمه فسميناها سبينال جانجليا إنما الأوتونوميك جانجليا دي جات مني دكتور كلمة أوتونوميك معناها لا إرادي القصة دي دي تأسيمة تانية للجهاز العصبي بس طبقا للوظيفة بيقسم طبقا للوظيفة للجهاز العصبي الإرادي اللي هو اسمه السماتيك والجهاز العصبي اللا إرادي اللي اسمه الأوتونوميك والأوتونوميك نفسه أصلاً يقسم للجهاز العصبي السيمباثاوي والبارة سيمباثاوي طيب خاننا متنفقين نيورون يعني نيرفسل معناها الخليل العصبي الخليل العصبي تتكون من الجسم بتاعها وبتتكون من زوائد كلمة بروسيس معناها زوائد الجسم عبارة عن نواة وسلم مبرين وسيتو بلازم زي أي خلية في الدنيا اللي يبنقمر اسمنها ونقعد نرسم شوية سيتو بلازم وغرفة كبيرة سميناها نيوكلس مفيش فيها أي حاجة جديدة خالص ولكن خلينا متطفقين إن النواة حتكون سنترال راوندد اللي هو الطبيعي أصلاً وفيزيكيولر عشان شغالة وشرحنا قبل كده يعني إيه كلمة إنه ولما تكون شغالة تكون يعني فيزيكيولر ماشي سيراوندينج سيتو بلازم السيتو بلازم هيكون فيه أورجانيل العضيات اللي هي الطبيعية خالص عيني مفيش ما مشكلة بس في حاجة اسمها نيزل جرانيولز إيه نيزل جرانيولز النيزل جرانيولز هي عبارة عن رايبوزومز زائد حاجة اسمها رف اندوبلازميك ريتيكلوم يعني بمنطقة البساطة الكوليكشن ده الميكس ده هنسميه نيزل جرانيول بحرف الـ عشان هو سبيشيال موجود بس في نيورونز اللي هي الخلال عصبي بالليت مايكروسكوب حيبه أزرق لأن ده رايبوزومز والريبوزومز اللي بقى أزرق وهتلاقيها متوزعة في السيتو بلاسم العادي يعني الديستريبيوشن هلاقيها موجودة في كل الخلال العصبية ما عدا حوالين النواة وما عدا في الأجزون دكتور هوي الأجزون ده هناخده كمان ثاني طيب الصبغة أخبارها ايه سواء بالـ H&D أو بتودين بلو هيبقى لونها بلو أزرق طيب وآخر حاجة اقولك وظيفتها ايه وطفية تصنع بروتين لأنها أصلا برعا الريبوزومز والريبوزومز وطفية تصنع بروتين يبقى كل اللي هم نتكلم فيه دي أهم حاجة فيها اللي هو ألاقي فين النزل جرانيولز في كل حتة في الخلال العصبية ما عدا حوالين النواة وما عدا في الأجزون مين بقى الأجزون ومين الدندريتس دول عبارة عن زوائد لطلع من الخلية تبقى الخلية عبارة عن كده زي ما انت شايف ويطلع لها شوية زوائد الأجزون هو الديل بتاع الخلية بتاعتي العصبية والدندريتس هي عبارة عن شوية تفرعات طيب الأجزون اللي هو الديل بتعندك ديل واحد اللي هو سنجل إنما التفرعات اسمها تفرعات يبقى أكيد هي أكتير مني كزا واحدة الطول لما أجي بص على الأجزن هو واحد يبقى طويل هم كتير يبقوا قصيرين ربنا بيديش كل حاجة طيب وتيجي تبص تلاقيه رفيع لأنه هو لما طول بقى رفيع قوي طيب والقصير يبقى تختوخ يبقى ثك يبقى سميك لكن ثاني يبقى رفيع ديامتر هتيجي تبص تلاقي الأجزن له يونيفورم ديامتر يعني القطر بتاعه ثابت يعني تلاقي الأنبوة بتاعتك ماشية كده قطرها ثابت آه بترفع من الحدود بتاعتها لكن ديفضل قطرها ثابت إنما الديندرايتز القطر بتاعتها بيقل وتامل حاجة مشهورة جدا اسمها تابرينج انز يعني فيوقع شبه الشوك بتبقى مدبابة من النهاية بتاعتها السورفس اللي هو السطح هنا هيبقى سموس وهنا هيبقى الرجلور وده منطقي آهو سموس عارفة ماشي صبايا عليه إنما المتفرع ده واللي هيبقى طالع منه حاجة اسمها تابرينج هتلاقي نفسك عمال بتمشي في مطباط فبنسميه الرجلور في الشكل بتاعه الكنتنت أو المحتوى الأجزنز مفيش فيه نيزل جرانيولز إنما نيزل جرانيولز موجودة في الديندرايتز عادي البرانشنج التفرعات يقولك الأجزن ما بيتفرعش غير في النهاية بس إنما الديندرايتز بتفرع من أول لحظة ففيه واحد بس بيتفرع من النهاية كلمة تيرمنى اللي معناها النهاية كلمة أربورايزيشن معناها تفرع يبقى أربورايزيشن بتسوي كلمة برانشنج هما يتنين معناها تفرع فالأجزن بيتفرع في النهاية إنما الديندرايتز بيتفرع من أول لحظة وبيتفرع كتير قوي لدرجة إنه هو بيقولك يتفرع ويتفرع من التفرعات بتاعته ويعمل حاجة مشهورة اسمها لسباينز الشوك واتفقنا أي زوائد هدفها إنها بتزود مساحة السطح وآخر واجه مقارنة اللي هو الكندكشن of the nerve impulse كلمة كندكشن معناها نقل ونيرف إمبلس معناها النبضة العصبية فنقل النبضة العصبية ويقولك والله الأجزن اللي هو الديل حينقل النبضة العصبية من الجسم بعيدا عن الجسم كلمة أواي معناها بعيدا تفتكر إузا cortisol إيه أواي إيه أجزن إنما التالي اللي هو الديندرايتز حينقل النبضة العصبية لجسم الخلية فيقولك والله هينقل أهو يحمل النبضة العصبية to the cell body مش فبالتالي هتلاقي فيه عندك لفظ اسمه سنتري أو سنتري فيوجل وفي حاجة اسمها سنتري بيتل كلمة سنتري فيوجل معناها انه هو طارد مركزي معناها انه هو بيزق الحاجة البرا انما سنتري بيتل معناها الجذب المركزي معناها انه بيجذب الحاجة لجوه وده منطقي هو بيطرد فعل نبض العصبية بعيدا عن جسم الخلية انما هنا سنتري بيتل حيجذب النبض العصبية للخلية نفسها اوجه المقارente دي كلها متجمعها في كلمة بدل نكد جمعناها في الكورس بتاعنا بدل حرف البا tough الدال اللي هي الديامتر اللام اللي هي اللينث نكد عندي حرف النور اللي هو النامبر الكاف اللي هي الكونتنت والكون دكشن واخر حاجة دال بدل نكد هنشيل حرف الدال ونحط مكانها الاس اللي هي السيرفز خلقنا متفقين طبعا الوحدة البنائية والوظيفية للجهاز العصبي بتاعتي هي نورنز او اللي هي الخلال العصبية كده احنا خلصنا الجزء بتاعنا اوه الجملة اللي هي العبيطة خالص ديت يقولك مين هي الوحدة الطبعية بتاعتنا الوحدة اللي هي الستركشل يعني الوحدة التكوين والفنكشن اللي هي وحدة الوظيفة بتاعت الجهاز العصبي هنسميها النيورونز او النيورف سيلز وظفتها ايه ان هي بتنقل نبضة عصبية عبارة عن سلك كهرباء هيمش في النبضة العصبية او هتمش في معلومة معلومة مثلا ان في حد لمس ايدك معلومة ان في حاجة بتوجع ايدك معلومة ان في حد ضرب ايدك ايا ان كل المعلومة اللي ه Common gotta play عم طريق السلك الكهرباء اللي اسمه خلانى المتفقين ان فيه تأسيمة وذي مهمه جدا ان مستوى الامسي كيو هي تأسيمة لنيورونز او نيرف سيلز طبقا لي عدد البروسز او طبقا لي البولاريتي كلمة بولاريتي معناها قطبية بس كلمة بولاريتي بتسوي كلمة برووسز هما اتنين بحرف البي معناها الزوائد طيب خلينا نتفق مع بعض يوني بولر يوني معناها في زائدة واحدة سودو يوني بولر سودو معناها كدابة فيقولك هي تباني هي اتنين لكنها في الآخر هي زائدة واحدة باي بولر معناها زائدتين ومالتي بولر معناها زوائد كتير طيب خلينا متطفقين يوني بولر بمنطقة البساطة خلاص وان بروسيس زائدة واحدة والمثال بتاعها الأمثلة مهمة جدا ميزينك فالك نيوكلاس اف تراجيمنا النيرف ده النيرف الخامس ممكن يقوم جايبك رقم 5 بدلا من اكتبها كيمة راجيمنا النيرف وفي نيوكلاس في اسمها الميزينك فالك نيوكلاس هو جوا كزا نواة تانية بس في نواة مخصوات بتاعته اسمها الميزينك فالك فالنواة ديت هتجي تبص تلاقي انه بتتكون من بروسيس واحد طيب سودو يوني بولر يقولك والله هو سينجل بروسيس برضو بس يقوم السينجل نازل وقاسب نفسه اتنين فعشان كيا سمينا سودو كداب كأنه هم اتنين بروسيس كأنهم زائدتين هو اده واحد اتنين لكنه في الاخر هو نازل من واحد بس فهو واحد مش اتنين طيب فتلاقي جسم الخلية هو وبعدها يطلع منه زائدتين فدايما هتلاقي فيه الرقبة دي دايما هتلاقي فيه حاجة اسمها invert T shape هو فين الت shape اهو ده اسمه T حرف T اللي حصل هنا ايه اعكس حرف T خلاص يبقى احنا كده شرحنا الجزء بتاع ال invert T shape ودايما هتلاقي فيه neck ده اسمه neck هتلاقي فيه رقبة دايما طيب ويقولك والله هو عبارة عن one process بس هيتاسم لفرعين فرع هيبقى dendrite وفرع هيبقى axon اللي حين النبضة العصبية من بره لحد جسم الخلية هيبقى اسمه dendrite واللي حين النبضة العصبية من جسم الخلية البره اللي هو away from the cell هيبقى اسمه axon المثال بتاعه حاجتين بحرف ال S يعمى ال spinal يعمى sensory طب افتكزين هو بحرف ال S سودو بحرف ال S مثالين الاتنين بحرف ال S sensory و spinal Spinal خلاص انت تعرفها Spinal ganglia اللي هي بمنطهة البساطة عبارة عن نقاط عقد عصبية او عبارة عن محطات البنزين الموجودة في الخلايا العصبية اللي اسمها او الاسلاك العصبية اللي اسمها Spinal nerves اللي جاية اصلا من Spinal cord طب و ايه كانت السنسوري جنجلية بمنطهة بساطة في عندي جنجلة تانية سميناها Autonomic اللي هي لا اراضي اللا اراضي اللي هو الاوتنوميك ده بيتقسم ل Sympathetic وبرا Sympathetic مش هحنا اتفعنا الكامدة حلو قوي وتقسم برضو لسنسوري و موتور لو العصب بتاعك او سلك الكهرباء شاي الاحساس هيبقى اسمه سنسوري ولو شاي الحركة هيبقى اسمه موتور هنا شاي الاحساس فيبقى اسمه سنسوري جنجلية يبقى فيه نيرف شاي الاحساس ماشي حيروح محطة البنزين اللي اسمها جنجلية فسميناها باسم النيرف اللي شاي الاحساس فسميناها سنسوري جنجلية طيب بالنسبة للبايبولر بنتكلم على ان هي بقى فعلا اتنين بروسس فقولك والله اللي فعلا اتنين بروسس دي واحدة فيه ما تبقى دندريت وتتبقى اجزو المثال ايه يقولك دايما الحاجة اللي موجودة في جسمك لها فتحتين الريتينة يعني العين فالعين انت عندك عينين اهو او مناخيرك لان مناخيرك فيها فتحتين طب مناخيري اسمها الإولفاكتوري والفاكتوري معناها الشم والفاكتوري إبيثيريا وعيني فيها حاجة اسمها الريتينة اللي هي الشبكية طيب واتفقنا ان في عندي حاجة اسمها ملتي بولر ودي هتبقى فيها اكتر من دندريت ينفع يكون فيها اكتر من اجزون مفيش ولا خلية عصبية فيها اكتر من اجزون واحد هو دي الواحد انما يكون فيها بقى ايه يكون فيها دندريتز كتير فلك بمنطقة البساطة المثال بتاعتها هو السيمباثاتيك اللي هو الجهاز سنباثاوي هيطلع منه شوية اعصاب هتستريح فيه محطة بنزيني بقى نسميناه سنباثاتك جنجلي طب خلينا نتكلم على شكل الخلايا يقول لك والله شكل الخلايا في اول حالتين اللي هو عبارة عن بروسس واحد او زائدة واحدة هتكون الخلايا مدورة انما لما نيجي نتكلم على البايبولر هتبقى فيوزي فورمي كلمة فيوزي فورم معناها مغزلية الشكل ليها اسمي تاني عشان الامسي كيو اسمها السبيندل شيب واخر حاجة المالتي بولر بمنطقة البسطة بحاجة اسمها الستار شيب بادي يعني بتوعى شبه النجمة دي عشان هي مالتي بولر ليه يقول لك اهيدا الشكل بتاعه اللي هو جسم الخلايا وتلاقي زوائد كتير فشبه ايه شبه النجمة وبعد كده يطلع منها دي الواحد اللي هو الأجزون طيب بالنسبة لي النيرف فايبرز اللي هي الألياف العصبية الألياف العصبية هي برع مجموعة من الأجزون يعني عندي فيه كزا خلية عصبية هيطلع منها كزا أجزون جمع الأجزون ديت هتطلع لك حاجة اسمها النيرف فايبر اللي هو الألياف العصبية هايقولك بتتكون من ايه زيها زي كل خلية عندي بتتكون من سيل ممبريل اسمه أجزولم بتتكون من سايتوبلازم اسمه أجزوبلازم ومافيش فيها نزل جرانيولز ليه ما هي بتتكون من أجزون ودفان الأجزونس مفيش فان نزل جانيولز ولا حتى في نزل جانيولز حوان نيوكلس وفي النهاية يقولك والله ممكن تكون قلعة وممكن تكون لبسة قلعة يعني ناجد لبسة تبقى انشيزت واللبس بتاحها ممكن يكون ميالين شيز وممكن يكون نيورولمة وممكن يكون الاتنين مع بعض نتكلم بقى على واحد واحد فيه اول حاجة عندي في نيورولمة شيز وعندي واحد اسمه الميالين شيز الميالين لو احنا قلنا انه ده بمنطقة البسطة هو الأجزون هتيجي تبص هتلاقي فيه حاجة كده حواليه الحاجة اللي حواليه دي اسمها الميالين شيز فوق الميالين شيز هتلاقي فيه شيز تاني الشيز التاني ده هو اللي اسمه النيورولمة شيز فمهم يعني تبقى عارف ان مين اكتر حاجة برا هي النيورولمة وبعد كده في النص الميالين وفي النص هتلاقي فيه ايه هتلاقي فيه الأجزون طيب الميالين دايما بيكون لونه أبيض انه بيتكون من لبت من دهون والدهون بيكون لونها أبيض وهي بتغطي الأجزون خلينا متفقين ان في عندي حتة معينة مش هتلاقي فيها الميالين فتلاقي الميالين عمال بيغطي الأجزون هتلاقي كله متغطي بالميالين وتلاقي في حتة مش متغطية الحتة اللي مش متغطية دي هنسميها Nodes of Ranvier Nodes of Ranvier دي بمنطقة البساطة أهميتها إن الحتة اللي مش متغطية دي هتبقى هي المحطة اللي فيها Nerve Impulse النبض العصبية تنط من هنا لهنا وتنط من هنا لهناك ليه لان الميالين ده انسيوليشن يعني ايه عازل لحركة النبض العصبية وبناء عليه فانا محتاج محطات ما يكونش عليها الميالين عشان النبض العصبية تقدر تنط من ناحية للتانية طيب خلينا متفقين برضو ان كل مسافة ما بين اتنين نودز يعني دي كده نودز اوفرانفير ودي نودز اوفرانفير المسافة بينهما اسمها انتر نودل سيجمنت كلمة سيجمنت معناها قطعة وانتر نودل معناها ما بين two nodes طيب خلينا متفقين ان هي بتبان اللي هو الميالين شيث بيبان كحاجة اسمها concentric layer كانه كذا طبقه فوق بعضها يعني لازا ده لو جيت تكبره هتلاقيه كذا ازرق فوق بعضه وهنتفق مع بعض ان مين اللي بيعمل الميالين اصلا حاجة اسمها الشوان سلم ولكن هنفاجأ هنا ان فيه نوع تاني من الغطة اللي بيتغطى بيه الاجزن اسمه Neuralismal cheese ومكتوبة من قصين الشوان سلم يقولك والله الشوان سلم بتعمل الميالين شيث تفضل تلف 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 فتعمل حاجة اسمها concentric معناها كثير الطبقات شبه البصلة كده فيفضل يلف 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 يعمل الميالين شيث وتيجي بعد كده الشوان سلم تقعد هنا والخلية المفروض ان احنا عارفين طلوع مننا ان الخلية لها نواة ولها سيتوبلازم دي النواة بتاعت الشوان سلم وده السلم بتاحها وده السيتوبلازم بتاحها تاني تاني بصو كده دي الخلية ده النواة بتاحها وده السلم يمبرين اللي بالحمر والان انا عمل اقولك ده ده السيتوبلازم ومال ايه اللي بالاذرق ده هي و هي عمالة بتلف عملته وبعد كده راحت استقرت براه ما انا عدت لف عملتلك الميالين استقر برا الميالين ولما استقر حاستقر بشكل كورة كده اللي هو عباره عن نواة وسلم يمبرين وشوية سيتوبلازم فبالتالي الشوان سلم هي نفسها ان يورلمة وهي بتصنع الميالين طيب هيقول لك ايه مجموعة من الخلايا هو الخلايا دي مجموعة من الخلايا بتعمل تيوب بتعمل أنبوبة زي ما انشايف هو أنبوبة هي بتبقى حوالين الميالين لبره ويقول لك كل خلية فيها فلات أوفل نيوكلياس يعني ايه يعني المفروض النواية بتكون متبططة وتكون بيضوية الشكل وكوريسبوند تو ذا انتر نودل سيجمنت الجملة دي مهمة جدا يعني ايه مش دي نودز ودي نودز ودي اسمها انتر نودل سيجمنت اللي هي القطعة ما بين التو نودز هتلاقي انو الشوانسل وقف هنا طب وهنا ما فيش شوانسل يبقى عندي الحتة اللي مش متغطية بالميالين مش متغطية بالنيورو لما يبقى النودز وفرانفير مش متغطية باي حاجة حتة عاليانة ما مش متغطية باي حاجة عشان تقدر النبضة العصبية تفضل تنط من نود للتانية طيب ما هي وظيفة النيورو لما وظيفة الميالين انها بتعمل عزل اللي هي بتعمل عزل عشان ما يحصلش عنك ان السلوب بتاعت الكهرباء كلها تلمس في بعضها لان لازم يكون عندي في حاجة بتغطي السلك فتخليه سلك عازل وعشان لو انت لمست سلك مكشوف بتتكهرب فلازم يكون في عندي حاجة بتعمل فتحميني من النبضة العصبية او من الكهرباء اللي موجودة عندي في الخلية العصبية طيب وظيفة بقى نيورو لما يقولك والله يا برضو بتعمل انسيوليش امتى لما يكون النيرف فايبر لما يكون عندي الهوة الليفة العصبية مفيش فيها ميالين انا اشتغل شغل الميالين وانا كمان اصلا اللي بصنع الميالين ما احنا قولنا الشوان سلحة اللي بتصنع الميالين وانا كمان اللي بجدد لو في عندك عصب طرفي فقد او حصل ان هو اصيب انا اللي برجع اجدده مرتين بعملوا حاجة اسمية ريجين ريشة معناها بجدده يقول بالتالي انا كان يقوله للمة عندي وظفتين حلوين قوي ليهم علاقة بالميالين ونفس الوقت برجع اكرر او اعيد تكوين العصب الطرفي لو فقد اثناء اي جرح طب ما هي انواع الالياف العصبية يقولك والله ممكن تكون لبسة او قلعة نيج دي معناها قلعة إنشيز دي معناها لبسة القلعة دي معناها لا هي متغطية بميالين ولا هي متغطية بنيوروليم المثال بتاعها الترميناشن النهايات العصبية ليه لان النهايات العصبية معناها ان هي حتمسك الاحساس تخيل معي الجلد ده لما اجي المسه تحب تلمس الجلد على طول ولا تلمس حاجة هي اللي تلمس الجلد لو كان متغطي كنت انت هتلمس الغطى مش هتلمس النيرف فالنيرف مش هعرف ياخد منك المعلومة ولا هيعرف ياخد منك النبضة العصبية بسرعة وبشكل واضح إنما نتيجة إن هو مش متغطي بحاجة لما باجي ألمس الجلد النهايات العصبية موجودة تحت الجلد على طول أول ما ألمس الجلد النهايات العصبية تلمس صباعي أو تلمس الضغط اللي حصل بسبب صباعي يكون يعني يعرف يستقبل النبض العصبية كمان موجودة في حاجة اسمها الجري متر والجري متر دكتور من الجري متر ده ده منطهر بصطرحنا عندنا الجهاز العصب المركزي يقسم إلى white motor وجري متر الجري متر ده عبارة عن مجموعة من الأنوية بتاعته مجموعة من أجسام الخالية العصبية طيب والwhite motor مجموعة من الأجزونز بتاعت الخالية العصبية فبالتالي white لونه أبيض لأن الأجزون لونه أبيض زي ما اتفقنا ومحط بالميالين لونه أبيض كما التاني اللي هو لونه جري لونه رصاصي أو لونه غامق ده بسبب أن وجود النيوكليس مش بسبب وجود الأجزون فبالتالي مجموعة من أجسام الخالية خينا كمان بسبب كمان موجود النيزل بادزز أو نيزل جرانيولز النيزل جرانيولز معانا لونها أزرق فبيبقى لونه غامق شوي خينا متوفقين كمان من حاجة انه تبتخيل لو انا عندي أجزون مش متغطة بالميالين فبالتالي اللون مش هيبقى أبيض يبقى موجود في الويت ماتر ولا جري ماتر طبع الجري ماتر ليه؟ معانا لونه أبيض بسبب الميالين وأنا مش متغطة بالميالين يبقى تتحطى تبع مين؟ تبع الجري ماتر طيب خينا متوفقين كمان نفي نوع تاني من الخلاء من الألياف العصبية عبارة عن ألياف عصبية لابس هدوم يا اما ميالين من غير نيورو لما يا اما ميالين مع نيورو لما يا اما مفيش ميالين بس في نيورو لما واحدة واحدة تعال قول الاول ميالين والنيورو لما اللي تم موجدين مع بعض دي في النيرفز الترافية اللي هي البريفرال نيرفز طيب لما اجا قولك ميالين من غير نيورو لما يعني انا عندي ميالين بس ما عنديش شوان سل اللي عملت الميالين ده في الالياف العصبية اللي موجودة في الوايت ماتر لان انا اتفقت معاك ويت ماتر معناها مايالين طيب لو تك مفيش مايالين بس فين يورلمة يعني فيش وان سيل بس معاتي تلف عشان تعمل المايالين يبقى انا بكلمك على السيمباثاتيك نيرفايبر اللي هو الالياف العصبية اللي موجودة في الجهاز السيمباثاون هنحاول نحفظها عشان دين حتة مهمة جدا في الامسي كيو بيحبوهاوي لو جاء نتكلم على مستوى حاجة اسمها النيرف ترانك النيرف ترانك ده عبارة عن مجموعة من الالياف العصبية فيقولك والله هي مجموعة من الالياف العصبية هيت بتتجمع في باندلز كلمة باندلز معناها حزم خلنا متفقين ان هي مجموعة من الالياف العصبية اللي لابسة هدوم ميالين ولابسة نيورلمة لابسة الاثنين طيب التكوين بتاعي بتاع الترانك يقولك الترانك فيه عندي حاجة اسمها ايبي نيوريام بيري نيوريام اندو نيوريام دي كده تاية اخشية كل غشاء منهم PRYW معناها حولة فده حاجه اقل درج حوية قغيّء من الإبي بالفوق فلو بيغطي الجزء وعليهم حزم وンドW معناها جوه فلو بيغطي النير في كسر الواحد يبقانها بمنطها البساطة إبي معناها من برا هالك فده يغطي الترانج كله PRYW معناها حاجه في النصف فمعناها انها يغطي البندل وندW معناها وہ حاجه جوه بتغطي الفايبر الواحد لأن cuánt الأمم بيغطي التي تسمح الحزم؟ مجموع الب derni tactical حياته يسمحهم التمتبط خينا متفقين كمان انه الحاجة اللي برا او الكنكتف تشو النسيج الضام اللي برا اللي هيضطي الحاجات بتاعتنا اللي برا لازم يكون دنس لازم يكون قوي انما الاندو هو اللي هيكون لوز هيكون اللاستيك شوية ويكون ضعيف شوية طيب خينا متفقين مع بعض في عندي حاجة اسمها نيورو جلايا ايه نيورو جلايا دي دكتور؟ النيورو جلايا دي هي الخدامة لو النيرف سيل هي الخلية العصبية فاحنا محتاجين خدمات محتاجين شوية خلايا توفر الاكل وتوفر الحماية ليه الخلية العصبية حانساميهم النيورو جلايا دول بمنطقة البساطة سابورتينج تشوي خلايا وظيفتها كلها ان هي بتدعم او بتخدم النيرف سيلز طيب هي نون نيورال سيلز اه هي دي مش خلايا عصبية هي بتخدم بس في عندي منهم نوعين نوع موجود في السنترال نيرف السيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي ونوع تايما موجود في البريفرال نيرفال سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي اللي موجودة في المركزي متجمعها في كلمة مياو عارف لما يكون في عندك قطة وتقول مياو هي نفس القص حرف الام عندي حاجة اسمها مايكرو جلية مايكرو جلية مايكرو معناها صغيرة تاني واحدة عندي بحرف ال ا اسمها ابن دايمال جلية ابن دايمال معناها بطانة فدي حاجة بتبطن حاجة هنشوفها بتبطن ايه بالظبط وال ا عندي اللي هي الاسترو سايت والأو عندي اللي هي أوليجودندرو جلية خيرا متفقين الأم اللي هي مايكرو جلية دي خلاية صغيرة زي ما اتفق وعندها شوية بروسس هتبقى سبايني مشاوكة الإبن دايما الجلية قلتك إن هي اسمها خلاية البطانة فهي بتبطن إيه؟ بتبطن لسباينال كورد بتبطن حاجة اسمها الفنتريكولر سيستم بتاع المخ بتاعك سباينال كورد حبل شاوكي فنتريكولر سيستم ده المصرف بتاعك بتاع البريين يعني إيه مصرف؟ يعني مفروض دي أنابيب بتصرف مية إيه المية؟ مية اسمها السي اس اف السي اس اف الاف اللي هو السائل والسريبرو معناها اللي هو الدماغ والسباينال معناها الشوكي السائل الدماغي الشوكي طيب يبقى وظيفة اللي من دايما الجلية هي بتفرز السي اس اف طيب خلينا متفقين مع بعض إن المايكرو جلية لها الصغيرة دي بحرف الام فتفكرنا دايما بالماكروفاج اللي بحرف الام هي صغيرة آه بس ممكن تكبر وتعمل الماكروفاج أكبر خلايا اللي كنك تفتشه أو النسيج الضام طيب لما تتحول لماكروفاج إيه يعني الفكرة هتروح تبلع الجسم الغريب وتخلصك منه فعشان كده بنسميها أنها شرطي البرين شرطي المخت يبقى دي كده سميناها الشرطي ودي المصرف اللي هي الإبن دايمل طيب الأوليجو دندروجلية أوليجو معناها قليل فيقولك والله هي خلية عندها شوية زوائد بس قليلين فيهم وظيفتها إيه صناعة الميالين شيز جوه وما لش وانسل دي بتصنع الميالين شيز في البريفرال نيرف السيستم طيب لما أجا تكلم معاك بقى على الأستروسايت أستروسايت كلمة أسترون جاية من فكرة اللي هو الأستروناتس اللي هو فكرة الفضائيين فيقولك شكل الخلية شكلها شبه الشمس شبه النجمة فقولك مش بقى شكلها عملي كده مش فوظفتها إيه وظفتها التغزية فدي منطقة البساطة الطباخ دي بتجيب الأكل من البلوت فيسلز اللي هي الأوعية الدموية وتروح تديه للخلية العصبية يبقى عندي هنا الطباخ عندي هنا المصرف أو اللي هو الساقي عارفين اللي هو اللي بيساقي الحاجة أو بيقدم لك المية وعندنا هنا الشرطي اللي هو الماكروفاج اللي هي اسمها مايكروجليا وعندي الأوليجونيندوكريا اللي هي الغطة اللي موجود عندي في الـ CNS أو طيب بالنسبة للبريفرال نيرف السيستم أبارة عن خليتين اللي تنفيه حرف الـ S ساتيلايت وشوان سيلز خلاص الشوان سيلز إحنا عرفنا خلايا متختاخة شويتين حوالين المايلين شيز ووظفتها أنها بتعمل المايلين جوه البريفرال نيرف السيستم الحوار ده مهم جدا في الـ MCQ مين بيصنع البيالين في البريفرال مين بيصنع المايلين في السنتر نيرف السيستم طيب والساتيلايت الساتيلايت دي بمنتهى البساطة اللي هو القمر الصناعي فيقول لك القمر الصناعي ده وظفته إيه وظفته أنه بيفضى يلف حوالين الأرض صح كده فهو برضو يبقى حوالين الـ Neurons طيب وظفته إيه يقول لك والله وظفته أنه يرصد أي تغير أي مشكلة ممكن تحصل فهو Highly sensitive للإنشي والإنفلاميش Highly sensitive إن أي مصوبة جاية علي فبسرعة خبل خلايا العصبية احمل خلايا العصبية اتصرف يا عم بتسرخ وتقول لك طب حاول تاخد دواء أي حاجة بتحاول عد المطورة أنها تحمي الخلايا العصبية يبقى الـ Satellite بحرف الـ S sensitive حساسة بحرف الـ S وزي ما اتفاني قبل كده هتبقى كمان surround neurons حوالين nerve cells أو neurons اللي هي الخلايا العصبية خلنا متطفقين زي ما اتفاني وبعض في عندي نوعين من الخلايا واحدة اسمها شوان واحدة اسمها oligodendrocyte oligodendrocyte دي بتعمل إيه دي بتعمل myelin cheese بس فين في central nervous system الشوان بتعملها في البريف from nervous system الشوان ممكن تعمل بس حوالين أجزون واحد يعني الشوان الواحدة بتعمل بنفسها myelin cheese لأجزون واحد ليه دي الواحد إنما oligodendrocyte عشان خطر عندها شوية زوائد حتى لو كانت زوائد قليلة فهي بتبعت كل زي ده منهم تعمل myelin cheese لكذا أجزون فبالتالي oligodendrocyte الواحدة ممكن تعمل myelin cheese من 3 لـ 50 يعني مش لوحدة بس زي الشوان سيل لأكتر من أجزون لأكتر من ديل لأكتر من خلية عصبية طب إيه كاي بقى النيرف جانجليا جانجليا معناها العوقدة العصبية يعني العوقدة العصبية يعني عبارة عن مجموعة من النيرف سيلس من الخلال العصبية وممكن تبقى نيرف فايبر آه ممكن تبقى ألياف عصبية وبمحاطة من الخارج بكوننكتف تشي كابسول محاطة بغشاء أو محاطة بغطى اسمه موجودة فين بره بره الجهاز العصب المركزي وفي منها نوعين يا سبينال يا أوتونوميكو